السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 20 من الفصل الثامن نتكلم على الهواية كاستا ايرن أو الحديد الزهر الأبيض الهواية كاستا ايرن are hard and brittle and cannot be machined easily الهواية كاستا ايرن يمتاز بأنه hard وبرتل ومن الصعب عملية تشغيله white casta iron is only member of a casta iron in which carbon is present as a carbides يعني اعتبر واحد من ضمن العناصر أو عائلة الكاستا ايرن الذي يحتوي الكربون فيه على شكل كاربides because of absence of graphite it has a light appearance عشان ما فيش هنا graphite فإنه غالب عليه اللون الأبيض زي ما احنا شايفين حتى في المايكروستركشور بتاعه عشان كده سميه بالهواية كاستا ايرن تمام بيحتوي على cementite اللي هو شكله أبيض and the upper light اللي هو يعتبر الأجزاء اللي هي الغمقة ديت white casta iron defends the name اواخد الاسم بتاعه من ان white crystalline cracks surface observed when casting fracture white casta iron drives its name from the white crystalline crack surface واخد اسمه من ايه من البلورات لما بيحصل لها شروخ وده بيلاحظ عند الايه casting fracture لما يحصل ان ايه ينكسر الكاستنج او المسبوكات المعمولة بالمنظر ده بيبقى المكسر بتاعها لونه أبيض عشان كده هو ااخد اسمه من هذه الاسم most white casta iron contain less than 34% كربون اغلب الواد casta iron تحتوي على نسبة كربون اقل من 34% كربون with low silicone content وفيها نسبة سيلكون اليه to inhibit the precipitation of carbon as graphite لان احنا لو زودني نسبة السيلكون هيترسب الكربون على هاي الجرافيت وده احنا مش عاوزينه it is used application باستخدام فيه في الabrasion resistance مقاومة البري is important and ductile ductility not required يعني هو بيستخدم في الحاجات اللي فيها مقاومة للبري وما يكونش فيها مطلوب فيها ductility such as linears اللي هي and cement mixture اللي هو البطامات بتاعت خلاطات الاسمنت and ball mills والقوار التواحين certain type of drawing dies وبعضا من drawing dies او القوالب التشكيل العميق and extrusion nozzles او فوهات عمليات البسك تستخدم من الهواية cast iron اللي نعتبر abrasive او abrasion resistance تستخدم من الهواية